لبيك الله عمّ لبيك لبيك لا شريك لا لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لبيك الله عمّ لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون آمنت بالله وحده صدق الله مولانا العظيم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من برنامج الحج المبرور كنا تحدثنا في الحلقة السابقة عن مزدلفة واليوم سنتحدث رفقة كل من فضيلة الشيخ عز الدين ثامر وسيلوت في العمدوني على أعمال ميناء فضيل الشيخ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته نذكر أن سيلوت في العمدوني ممثل شركة الخدمات الوطنية والإقامات سيلوت في السلام عليكم ورحمة الله تعالى وعليكم السلام سيزيان وبركاته إذن باش نبدأ بيك سي لطفي باش نحكيه على الاستقبال اللي هو حاجة مهمة في ميناء ولكن بإيجاز الله بيرك سيدي بالنسبة الميناء عند خروجنا من نصدلفة باش نتوجه الميناء إن شاء الله لهنا نحب نسوق نصيحة صغيرة للحجاج أما رهي مهمة هو بالنسبة خاصة للحجاج اللي هبطت بعيد شوية على المخيم للضرورة يعني معناها بسبب الازدحام والخطة المرورية وإلى غير ذلك من الموانع اللي ما تخليش الحافلة توص توصلك حتى الش البيب المخيم وهبطت على ساقيك تمشي ما عرفتش المخيم بيديك ما تقعدش تلوج على المخيم اتجه مباشرة إلى جسر الجمارات جسر الجمارات باش يكون هو المكان اللي نهتديو به بحول الله فرض مرة أنت وصلت الجسر الجمارات تقوم بالرمي ثم باش ترجع باش تخرج من جسر الجمارات بتبيعتك وانت يراجع باش تلقى بحول الله المخيم في ثنيتك على لي صار نظرا لأنه يعني البعثة التونسية عندها مخيم مكان ممتاز نفس المكان نفس المكان بحوله خاصة بالنسبة للمخيم الرئيسي اللي هو في المنطقة اللي قريبة الجسر الجمارات هذك عليش حبيت نعتي يعني باش نقولها بالدرجة ريبير اللي هو جسر الجمارات خاصة اليوم اليوم الأول في ميناء يوم النحر إذا ضعت توجه مباشرة إلى جسر الجمارات ثم عند الوصول إلى المخيم باش يكون في استقبالنا فريق من المؤطرين اللي باش يوجهك للخيمة متاعك على ضوء بطاقة المخيم اللي اسبقوا وانو حكينا عليها واللي يعطينا هالكم في الفندق حجيجنا الميامين اللي فيها رقم الخيمة رقم المخيم ورقم الخيمة هناك باش ناخذ بلايسنا في الخيمة في انتظار بقية برنامج ميناء نعم سنعود لك طبعا في معناها فترة لاحقة باش نحكيه على كل ما يتعلق بدور شركة الخدمات الوطنية والإقامات بميناء سيد الشيخ ماذا يفعل الحاج بميناء أنا نتحدث على أعمال ميناء والعمل هو فاعل والعمل إن شاء الله طيب مبارك ومستجاب معناها من قبل الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد النبي الأسعد الكريم وعلى آله وأصحابه طيبين طاهرين الأكرمين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان وكرم إلى يوم الدين يا رب صل على الحبيب محمدي واجعله شافعنا بفضلك في غدي فلقد عرفتك منعما متفضلا ولذا دعوتك فاستجب لي سيدي وأنا المحب ومهجتي لا تنقضي بحبها وهيامها بمحمدي قد لامني فيه الجهول ولو در معنى الهيام به لكان مساندي تحية لكا سيدي زياد تحية لكا سيدي لطفي وتحية لكافة السادة المشاهدين والمشاهدات أعمال ميناء أحنا سيدي لما حققنا النزول في مزدلفة باش نخرج بعد ما حطينا الرحال في مزدلفة باش نمشي مباشرة إلى ميناء ولهنا ثم جانب نفسي كبير وكبير برشة ممكن يشير له سيدي لطفي بأكثر تفصيل نعم وإنه أنت ما تعرفش على روحك الحافلة متاعك وقتاش باش توصل الميناء فلابد إنك نفسنيا تكون يعني متحلي بالأخلاق الفاضلة اللي قال فيها سيدي النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهديني لصالح الأقوال والأفعال لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت ما نحبوش يعني كيف توخر بك الحافلة تولي يعني تتكلم في كلام إن قصلك الأجر والثواب متاعك ما تنساش اللي انت راك حقيقة وقفة عظيمة اللي هي وقفة عرفة ما تضيعش الأجر هذاك باي أحنا توجهنا مباشرة إلى ميناء الإنسان سيدي وقت اللي يمشي الميناء فما حاجة باش يعملها اللي هي أرمي جمرة العقبة أرمي جمرة العقبة هذه على مذهب من يقول بذلك وإحنا هذا هو اللي نفتيه به للحجاجة متاعنا وإنه أرمي جمرة العقبة بعد نص الليل عندك الحق باش ترمي جمرة العقبة أما الحاج يوصل ياخو الخيم ممتاعه يرتاح وقت اللي يقولوله وراهو طوى الرمي يعني حلو وجاء وقت الرمي يمشي يعني في فريق معاه من المرشدين باش يوروه كيفاش يرمي جمرة العقبة وانقولوله ما تستعجلش يا حاج على خاطر راهو نهار العيد كامل يعني يوم العيد كامل عندك حوجة واحدة باش تعملها اللي هي رمي جمرة العقبة العاشر من دي الحاجر نعم شنية جمرة العقبة جمرة العقبة احنا سيدي وقت اللي ندخل للجمرات نلقو الجمرة الصغرى الجمرة الوسطى والجمرة الكبرى الجمرة الكبرى هذك هي المقصود بها جمرة العقبة احنا توحل الوقت ومشينا باش نرمي جمرة العقبة جمرة العقبة باش نرموها بسبع حصيات السبع حصيات هذو ما قلنا لازمهم يكونوا طبعا من جنس الحجر كذلك الحجم بتاع الحصات هذه يلزم يكون يعني بين الفولة والحمصة ثم كذلك الرمي باش يكون باليد ثم كذلك انك باش ترمي كل حصات وحدها ما ترميهم شي السبعة مع بعضهم لا كل حصات باش ترميها وحدها ثم انو الحصيات هذو ما يكونوا سبعة هذه هي شروط صحة الرمي وقت اللي احنا باش نرميه جمرة العقبة باهي لهنا سيدي وقت اللي احنا نرمينا جمرة العقبة يعني يخذينا كل حصات بسم الله الله اكبر ونرميه كم مننا السبعة حصيات متاعنا لهنا الحاج يتسمى تحلل التحلل الاصغر عش معنتها تحلل التحلل الاصغر يعني ولا كل شي حلال في حقه الا النساء الصيد اللي هو توصيد ما عندش موجود نعم والطيب مكروه فقط باي ارميه جمرة العقبة تحلل بها التحلل الاصغر يرجع للمخيم متاعه يحلق او يقصر بنسبة للرجل والمرأة تأخذه يعني قدر انملا من شعرها ثم الانسان يمشي كان يحب يعني يعمل دوش يبدل حواجه الراجل معناها باش طبعا باش ينحي البشاكل المتاعه يلبس يعني حواجه العادية باش يرجع يعني يعيش عادي والمرأة بطبيعتها يعني في حواجها هوك اللي احرمت فيها ما تحب يعني تغتسله وتبدل يعني لحواجها ذوك لها ذلك هذي بالنسبة رمي جمرة العقبة حاجة اخرى سيدي نحب وننشيروها وانو الانسان يعني وهو في ميناء اما ان يكون متعجلا واما ان يكون متما اذا كان هو باش يكون متعجل عراه باش يرمي احداش واثناش الحادي عشر والثاني عشر نعم واذا كان هو يعني ها بكلامنا احنا الثاني عيد والثالث عيد نعم واذا كان هو متم عراه باش يرمي احداش واثناش وثلتاش بالنسبة للمبيت اللي احنا نقص به قضاء معظم الليل اذا كان الانسان متعجل اراه بشيبات ليلة 11 وليلة 12 واذا كان هو موتم بشيبات ليلة 11 وليلة 12 وليلة 13 نحب نقول وانه اراه الرمي مناش احنا مسؤولين على الوقت اراه الوقت اللي تحدده السلطات السعودية هذا هو اللي باش نلتزموا به يعني باش يكون يعني رمينا يعني طيب وما نكونوش يعني فاك الزحام واك الجدال ووقتاش زعم الرمي ونرميه بعد الزوال ولا قبل الزوال ولا كذا احنا نقولوا يعني اينما وجدتم المصلحة فذلك شرع الله عز وجل واضح طبعا فما يعني امر وجبة الاشارة ليه سيلطفي وهو انه الرقع الجغرافية لميناء محدودة رغم حرص معناها الوفد الرسمي التونسي وطبعا شركة الخدمات الوطنية والاقامات ووزار شوندينية على انه يتوفر ما امكن معناها الحجيزنا الميامين شون نجمو نعرفه في هذا الصدد صحيح سيزياد هذي مرحلة ميناء هي مرحلة صعيبة ونسيو برشة بالصبر على خاطر ميناء هي رقعة شرعية ومحدودة بالنسبة لنحنا والغيرنا طبعا يعني المخيمات باش تكون ضيقة هذك علاش لازمنا نصبرو ونوسو على بعضنا ونحترمو بعضنا في جميع الجوانب في التعايش في المخيمات المخيمات هذي كذلك مكيفة وفيها الماء البارد وباش نوزع على حجيجنا ثلاثة وجبات يومين يقوموا بتوزيحها المؤطرين عليهم وهوما على بلاستهم في الخيام ماذا بينا أوقات توزيع الوجبة يكون الحجاج موزودين في بلايسهم في الخيام وثم المخيمات زادة كذلك فيها المرافق الصحية اللازمة يعني اللي كذلك هي مقارنة بالعدد الكبير بتاع الحجاج ما هيش بش تمنح جميع سبول الراحة للحجاج كيف كيف نخرجه في متسع من الوقت للوضوء خاصة أنه كيف ما قلت المرافق الصحية بش تكون غير كاف مش غير كيف يعني محدودة مقارنة بالعدد الكبير دورات المياه وغيرها هكذا سيد لطفي هذي هو يعني هذي شنو نقصد دورات المياه والأدوش والأدوش دي ما نرجع للدرجة بش تصل المفاهبة هذا هو إجمالا يعني شنو النجم نقوله الحاجات اللي موجودة في ميناء زيادا نحب نأكد على حاجة أخرى ضرورة كيف ما تكرم سيد الشيخ ضرورة احترام برنامج تفويج الحجاج لجسر الجمارات يعني كنجيوا بش نمشيوا نرجموا فما برنامج معين فيه مواقيت معينة والمواقيت هذه مدروسة يعني فيها حماية الحاج من ضربة الشمس فيها حماية الحاج من الازتحام الشديد لقدر الله اجتنابا للحوادث منتاع التدافع والازتحام هذا هو شنو النجم نقوله يعني بالنسبة سنعود لك يا سي لطفي باش تحكينا ماذا نوفر لكل حاجة على حدة باش تبدل الأمور واضحة طبعا هو ما نتحدث عنه هي تنزل في إطار أيام التشريق هكا ولا سيد الشيخ ما هي أعمال أيام التشريق نعم هي سيدي الأيام هذه هي أيام مباركة اللي قال فيها ربي سبحانه وتعالى واذكروا الله في أيام معدودات اللي هي أيام التشريق والأيام هذه قال فيها سيدنا عليه الصلاة والسلام إن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل فأحنا في هالأيام المباركة هذه بعد مرمينا يعني جمرة العقبة وقلنا هذيك باش ترميها يعني يوم النحر نعم هذك شنو عندك نعم تو باش نجيه للرمي رمي الجمارات الثلاث يعني يعني في كل يوم من هالأيام هذه إما أن تكون متعجرا وإما أن تكون متما يعني ترمي الصغرى بسبعة الوسطى بسبعة والكبرى بسبعة وذلك في كل يوم كما قلنا عندك الجمرة الصغرى الجمرة الوسطى الجمرة الكبرى يجيه قدام الجمرة الصغرى وعندك كل سبع حصيات محظرهم كل حصات بمفردها بسم الله الله أكبر وترمي بعد يعني تدعو يعني دعاء خفيف بعد ما تكمل الجمرة الصغرى بعد تجيه قدام الجمرة الوسطى نفس الحكاية عندك السبع حصيات متاعك بعد من الغد سيد شيخ هكا لا نقصد سيدي اليوم الأول من أيام الشريق ما باش نرميه الثلاثة الصغرى والوسطى والكبرى نعم رمينا الصغرى ندعيه شوية بعد تالي نتعداو للوسطى نفس الحكاية عندك سبع حصيات باش ترمي كل حصات بمفردها بسم الله الله أكبر وتكملها مش شروط اللي ذكرناها نعم في شروط صحة الرمي بعد تدعي بما تيسر بعد تتعدى مباشرة للجمرة الكبرى وترميها بسبعة كذلك ولا تدعو بعدها نعم هذين أنت عملت الرمي متاعك في اليوم الأول من أيام التشريق إذا كانك أنت متعجل باش تزيد معناها رمي آخر الصغرى بسبعة الوسطى بسبعة والكبرى بسبعة متى ذلك سيد شيخو طبعا في اليوم الآخر نعم هذا يكون هيك كملت الرمي متاعك بالنسبة اللي هو متم ما زال يعني بشيرمي في يوم آخر الصغرى بسبعة والوسطى بسبعة والكبرى بسبعة وديما سيدي زياد نركز على وقت الرمي هراهوا الوقت مناش احنا نتحكموا فيه مناش احنا مسؤولين عليه هراهوا وقت الرمي اتحددوا السلطات السعودية ووقت اللي يقولونا على وقت الرمي يعني خاطرهم ما أدرى بما يحدث يعني في ذلك المكان وقته احنا نخرجوا للحجيج متاعنا في شكل يعني أفواج كل فوج يعني يمشي يرمي ويرجعوه ويكون يعني محاط بالإخوة المرشدين ثم كذلك نحب أن نشير النقطة سيدي زياد اللي هي الصلاة في ميناء كيفاش باش نصليوا يسنوا قصروا الصلاة الرباعية بميناء أثناء الإقامة بها نعم يعني وإحنا موجودين في ميناء هراهي الصلاة باش تتقصر الرباعية فقط نعم الظهر نصلوها ركعتين العصر ركعتين والعشاء ركعتين بدون جمعين من دون جمع مناش باش نجمعوا كل صلاة في وقت نعم مناش باش نجمعوا بين الظهر والعصر مناش باش نجمعوا بين المغرب والعشاء كل صلاة في وقتها لكن الصلاة الرباعية باش تتصلى ركعتين فقط والمغرب ثلاثة ركعت مغرب ثلاثة ركعت هذاك يعني لا يقصر بطبيعة يعني هذا اللي حبيت نشير له فيما يخص الرمي يعني أيام التشريك واضح قلنا سي لطفي طبعا كل حاج يقع معناها توفير عديد المستلزمات له طبعا حسب الإمكانية المتاحة مع ضمان حد معناها نسبيا مميز من الأدوات ولا المرافق ولا معناها الأثاث هنا هات ساعة نحكيه على الفرق والناس اللي موجودة باشتخدم الحجاج أولا فما الرعاية كيفاش نقولها فما الإرشاد الديني اللي يعني بش يكون متواجد زادا في كل المراحل ومن جملتها ميناء فما المرافق التنظيمي يعني بش يكون فما مؤطرين على ذمة الحجاج بش يساعدوهم في جميع يعني أعمالهم في ميناء كيف كيف فما الرعاية الصحية البعثة الصحية زادا تكون موجودة في ميناء نزيد ونحوصل وزادا كيف ما قلنا الخيام مكيفة الخيام مفروشة يعني فما جراري فما وسادات فما أغتياء هذاك عليش احنا في حلقات سابقة وصينا الحجاج قلنا لهم ما تثقلوش روحكم وانتوما ماشيين العرفة وانتوما ماشيين الميناء لأن هذاك يعطلك وبينما المخيمات مجهزة وفيها كل ما يلزمك فما حاجة أخرى برب نحب الشيري نطلب من الحجاج زادا ما ينسيش هزاك الشرجور متاعه وذلك شاحن الهاتف الجوال لأن عائلاتهم يتقلقوا ما عادشهم موجودين في الفندق بش يكونوا في المخيمات فما وينشحنوا وراه الهواتف الجوال متاعنا في الخيام بش ينجموا يتصلوا بعائلاتهم خاصة يوم العيد أول أيام ميناء قلنا إذن فما موجود المستلزمات الكل حكينا زادا على المرافق الصحية اللي منواجبنا زادا بش نحافظوا على نظافتها وعلى التجهيزات اللي موجودة فيها كيف نحافظوا على نظافة المكان لأنه إحنا زادا في توزيع واجبات الأكل كيف ما قلنا زادا فما ثلاث واجبات فما فطور الصباح فما فطور نص نهار وفما العشام تعليل يقوموا بتوزيع المؤطرين على الحجيج في الخيام إحنا مع الواجبات نعطيه هكي كيس بلاستيكي صغير يبدأ فارغ هذيك الكيس البلاستيكي بش نحطه فيه فضلة الأكل الحويات موجودين هذيك عليش نوصيه على النظافة ونوصيه على التعايش وأيام معدودات وتتعدى ونحبوها تعدى وتعدى في أحسن الظروف وإن شاء الله تعدى على خير يا ربي إن شاء الله سيد شيخ من عرش عندك إضافة فيما تعلق بميناء نعم نحب أن نشير سيد زياد وإنه كما حكينا قلنا وإنه الخيام في عرفة يعني كل خيمة بش يكون فيها مرشد ديني هروا كذلك في ميناء كل خيمة بش يكون فيها مرشد ديني بش يصلي بالناس إما خيمة رجالية أو خيمة نسائية يعني يمشي لهم المرشد هذا الوقت اللي بش يأدي بهم الصلاة الحاجة الأخرى نحب أن نشير خطر هي هذه نقطة مهمة تحدث يعني كثيرا في رمي الجمارات خاصة يوم النحر نعم اللي هو يعني يوصل تاعب وكذا وانا هني ما نجمتش نمشي نرمي وزعم النجم أنا ننوب غيري بش يرمي علي وكذا أنا لهناء نقول وإنه العاجز العاجز يعني حقيقة نعم اللي هو بالفعل ما نجمش يمشي يرمي هل يجوز للعاجز أن ينيب غيره في الرمي أحنا اللي نفتيو به الحجيجنا الميامين هو أنه يجوز ذلك ولا شيء عليه على مذهب من يرى ذلك لأنه كما تعرف سيد الزياد الحج يعني مبني على التيسير نعم فاللي هو عاجز وعاجز يعني حقيقة من نجمش يمشي يرمي هذي نجم ينوب غيره ويرمي عليه ولا شيء عليه أحوجة واحدة نقوله مثلاً حاج كلف إنسان بش يرمي عليه مضبئين هاك الإنسان اللي كلفه بعد ما يرمي عليه يمشي يعلمه يقوله وراني أنا رميته عليك علاش بش وقتها هو يعني يحلق أو يقصر في اليوم الأول يعني بعد ما يرمي له جمرة العقبة باي بالنسبة غير العاجز تو إنسان يعني ما هوش عاجز وإلا هو يدعي إنه هو عاجز هراه إذا كان ينوب غيره أثيمة وترتب عليه الهدي هراه حرام عليك وراه لازمك تخلص الهدي علاش لأنك أنت نوبة غيرك وإنت مكش عاجز يقول لا أنا نحب ندارك الأمر ونمشي أنا نعاود الرمي بتاعي ونقوله برا عاود الرمي بتاعك ووقتها لا شيء عليك نعم حوجة أخرى نقوله للحجاج بتاعنا بالله ردوا بنا راوك يحكينا على الصغرى بسبع والوسطى بسبع والكبرى بسبع يعني نمشي وش نرميه الواحدة وعشرين في الصغرى هو حتى كان رميت الواحدة وعشرين فالصغرى هذكم يعني السبعة يعتدوا يعني بهن والباقي هذكم يعني يعتبروا يعني من لغو يعني ما عليك حتى شيء أمره يلزمك تكمل الصغرى وتكمل تكمل الوسطى والكبرى ايه الوسطى والكبرى يعني هذا ماذا بنا نركزوا عليه تكون أنت حاط يعني كل سبعة واحدهم باش ما تغلطش ترمي الصغرى بسبع والوسطى بسبع والكبرى بسبع نحب نشير سيدي الحكمة من رمي الجمارات نعم لأنه برشة الناس يقول له كان شنو أحجروا ونرمي فيها على أحجروا وشنو الحكمة الحكمة هي أنه المكان هذاك هو المكان الذي تعرض فيه الشيطان لإبراهيم عليه السلام وقال له يا إبراهيم وإن الرؤية التي رأيتها يعني لما رأى في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل قال إن الرؤية التي رأيتها ليست من الله وإنما هي من الشيطان فلا تذبح ولدك فرماه إبراهيم عليه السلام بالحصيات وقال له اخسأ يا ملعون فنتذكروا يعني هالحرب الأبدية اللي بينك وبين الشيطان حتى تفارق هذه الدنيا لأنه ربي سبحانه وتعالى يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير فمضبعنا نكونوا مع الله سبحانه وتعالى ونبتعدوا يعني هالجدال وهالنقاش الفارغ العقيم اللي هو ما عنده باش يفيدنا علاش باش يكون يعني الحجم تاعنا يعني مقبول إن شاء الله عند ربي سبحانه وتعالى وربي إن شاء الله يتقبل من الجميع شكرا لك سيد الشيخ عز الدين ثامر أيضا سيلوت في العمدوني ممثل شركة الخدمات الوطنية والإقامات قبل الدعاء نرجو من الله لكم حجا مبرورا وذبا مغفورا وسعيا مشكورا وفي الختام نستوضعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل على سيدنا محمد في المرسلين اللهم صل على سيدنا محمد في النبيين اللهم صل على سيدنا محمد في كل وقت وحين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تملأ جميع الدواوين يا رب العالمين اللهم أعنا ولا تعن علينا اللهم يسر لنا أداء المناسك في أحسن الظروف يا رب العالمين اللهم نجنا من جميع الآفات وسلمنا من جميع العاهات وطهرنا يا ربنا من جميع السيئات واغفر لنا جميع الخطيئات إنك يا ربنا منزل البركات في جميع الأوقات يا رب الأرض والسماوات وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك